موسيقى شو بتقول الأفلاك لمواليد العزراء على الصعيد العاطفي بشهر نيسان أبريل 2024 يا عزيزي أنت عرفت أن الشهر ما رح يكون كتير هادئ لألك خاصة خاصة وأنه كوكب مارس بده يواجهك طوال الشهر بوجوده ببرج الحوت عاطفيا في كمان غليان بالتعاطي مع الشريك بأول خمس تيام بعدين بتلاقي نفسك غير قادر على معاندة القدر بالمجال الرومانسي أو بتشوف أنك مجبر على تقبل بعض الظروف والشروط والأنصياع لإرادة شخص بتحبه بتكبلك الأوضاع بقيود اجتماعية بتضطر للتراجع عن بوح ربما أو عن قرار وبتلتزم الصمت إذا مطالبتك بكشف حقيقة ما أو بصدق مشاعرك مضطر أنت بي هالشهر لمراعاة الخواطر وإتقان لغة التطنيش حتى ولو تعرض لحملة يمكن تخوينية أو لمواجهة مواجهة تمرد على قراراتك وخياراتك الشخصية بدك تسقط بدك تتغاضى وتتجاهل وتعمل حالك ما سمعت ولقشعت إذن مطلوب الأنضباط والتحلي بروح التسامح والتغاضي وشجاعة نكران الزيت يمكن تكتشف أنه في حقيقة ما بيعرفوها المقربين وإنت تكشف عنا أو هي الظروف يلي بتزيح عنا الستار بس كل الأخبار منا سيئة لهالدرجة كمان عزيزي العزراء يمكن تعيش بالمقابل قصة حب مشوقة أو هيك بتدل الأفلاك أو بتلتقي بأشخاص بيخلوا قلبك يدق وبيريحوك كمان ويمكن يكون عندك حوار مع شخص بتوسق فيه وبحكمته بيدلك على الطريق الصحيح أو بيساعدك حتى تخرج من ورطة أو من واقع مصلم إذن الشهر بيحمل كتير من التفاعلات والترددات والتغييرات ويلي بيطلب منك أنك تفهم شو عم بيصير بهدوء وتأجل ربما بعض القرارات للشهر المقبل ترجمة نانسي قنقر